برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى يقام مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للقدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن الرعاية ودعم جلالة الملك المعظم لرياضة القدرة جعلتها تصل إلى أعلى المستويات وساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الدولية والأوروبية طوال الفترة الماضية مبينا سموه إلى أن مهرجان جلالته للقدرة يعتبر خارطة طريق للإنجازات الخارجية خصوصا وأنه يفرز العديد من المستويات الفنية العالية والمتطورة التي يمتلكها الفرسان وتساهم في تحقيق النتائج الإيجابية خارجيا وشدد سموه على أهمية وقوة السباق الذي يعد من أهم السباقات التي ينظمها الاتحاد والتي تحظى باهتمام ومشاركة واسعة من قبل جميع الإستبلات المحلية التي تولي هذه البطولة اهتماما كبيرا في ظل أنها تحمل اسم الفارس الأول في المملكة مبينا سموه إلى أن المنافسة القوية ستكون حاضرة في ظل الجاهزية الكبيرة من الجميع مكانة عظيمة وسمعة طيبة استطاع مهرجان كأس حضرة صاحب الجلال الملك المعظم لسباقات القدرة نيلها محليا وإقليميا ودوليا باعتباره أحد أكثر سباقات القدرة منافسة تقام بتنظيم عال من قبل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وتحظى بمشاركة واسعة من قبل جميع الإستبلات المحلية التي تولي البطولة اهتماما كبيرا في ظل أنها تحمل اسم الفارس الأول جلالة الملك المعظم نخبة من فرسان الإستبلات سيسهمون في إشاعة أجواء الحماسة القوية والمثيرة في سباقات الإستبلات الخاصة وسباقات الفرسان الناشئين والشباب من خلال ما يتسلحون به من قدرات وجدارة في التحكم الأمثل بقدرة الجواد ولياقته البدنية بشكل آمن خلال مسار الصباق وفي مواجهة ميدانه وما يحيط به من ظروف ومعطيات تتعلق بالمسافة والتقص وطبيعة الأرض والوقت الأمر الذي يميزه بشكل مطلق فارسا عن آخر وفي قوة الجياد تلك التي شاركت في مختلف منافسات الموسم وما زالت تظهر جاهزيتها لبقية المنافسات بعد التأكد من سلامتها وعافية جسدها عبر فحص بيطري يراعي معدل نبض قلب الجوادي والزمن المتطلب للتبريد وقياس معدل الجفاف لديه بإشراف لجان الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة إن مهرجانك أس جلالة الملك المعظم لسباقات القدرة ومن بعد أن رفعت قيمة جوائزه إلى 130 ألف دينار بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سيشهد جولات تسيطر عليها الندية يدفعها إقدام الفرسان المطلق نحو شرف الصعود على منصة التتويج من نافذة تقديم أفضل المستويات للتأكيد على مكانة القدرة البحرينية ومدى تطورها وحقيقة الإنجازات الدولية والأوروبية التي حصدتها